وافق مؤسس ويكيليكس جوليانا سانج على الاعتراف بالذنب في صفقة مع مزارة العدل الأمريكية والعودة إلى أستراليا حسب ما أظهرت وثائق محكمة وقال موقع ويكيليكس أن جوليانا سانج غادر سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن بكفالة وغادر المملكة المتحدة وينص الاتفاق على اعترافها سانج بالذنب في تهم تتعلق بفضيحة تجسس وتجنيبه مزيدا من السنوات في السجن في الولايات المتحدة وفقا لوثائق المحكمة التي نشرت مسال اثنين ولا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل قاضي اتحاديا أمريكي